إلا ذلك أصدر رئيس اتلاف دولة القانون نور المالك بياناً بلغة متحفظة دعا فيه إلى احترام خصوصية وارتباط مجالس الإسناد التي قام هو بتأسيسها عام 2008 مؤكداً بقاءه إلى جانبها والعمل على انتشارها ويأتي البيان بعد ساعات قليلة على استقبال رئيس الوزراء محمد شيع السوداني وفداً كبيراً من شيوخ عشائر بن حجيم في المثنة المالك أضاف أن من حق الجميع أن ينفتح على هذه الشريحة الفاعلة من مجتمعنا غير أن مجالس الإسناد لها آلية عمل وارتباط خاصة بها منذ التأسيس وندعو إلى الالتزام واحترام هذه الخصوصية